المؤتمر الدولي لسكان والتنمية المكان القاهرة مصر التاريخ الخامس وحتى الثاني عشر من شهر سبتمبر عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين ابرز القرارات تكفل الدول الاطراف حصول جميع مواطنيها على اساس المساواة بين الرجل والمرأة على خدمات الصحة الانجابية التي تشمل تنظيم الاسرة والصحة الجنسية ينبغي للبلدان ان تحمي وتعزز حقوق المراهقين في التربية والمعلومات والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية والانجابية الاعتراف للازواج والافراد بالحق في بلوغ اعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والانجابية يجب على البلدان توفير مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل ينبغي على البلدان ان تثني على الزوج المبكر وتتخذ اجراءات للقضاء على التمييز ضد الحوامل من الشابات ان الخصوبة العالية تؤثر بصورة ضارة على رفاه الاسرة وتشكل عائقا امام التقدم الاجتماعي والاقتصادي جعل خدمات تنظيم الاسرة اكثر امانا وارخص ثمنا واكثر ملاءمة واقرب منالا ابرز المآخذ عليه المساواة بين الرجل والمرأة مساواة كلية في كافة الحقوق مطالبة الدول باقرار الحرية الجنسية لغير المتزوجين من الجنسين حتى الصغار من المراهقين والمراهقات وبتقديم الرعاية لهم في الوقاية والصحة والسكن ودعوة الاسر باحتضانهم مطالبة الحكومات برفع سن الزواج اباحة الشذوذ الجنسي تحت مسمى الاشكال المختلفة للأسرة ويدخل تحت هذا المسمى ايضا الاسرة من رجل وامرأة لا تربطهما علاقة شرعية الغاء مفهوم رب الاسرة بما يعني الغاء قوامة الرجل على المرأة الدعوة الى الاختلاط بين الجنسين في الاعمال وغير ذلك وضع سياسات لتغيير الاتجاهات التي تعزز تقسيم العمل على اساس الجنس تغيير المناهج التعليمية واجاد مناهج لا تميز بين الجنسين تسخير وسائل الاعلام والمناهج التعليمية لتثقيف المجتمع بالنواحي الجنسية والمساواة وهذا المؤتمر ومؤتمر بكين يعدان من المؤتمرات التي اثارت وثيقتهما ضجة واسعة في العالم الاسلامي وغير الاسلامي بسبب مخالفتها للشرائع السماوية وللفطرة السليمة اشتركوا في القناة